طيب تعودنا كل أسبوع في بداية الأسبوع بنطل طلة سريعة كده على الانتخابات الأمريكية وسباق الرئاسة على الانتخابات الأمريكية اللي بيقترب أسبوع وأسبوع من أيام الحسم احنا خلاصة هو في نهايات شهر سبتمبر بنتكلم على تقريبا شهر أكتوبر بس ثم في بداية شهر نوفمبر حتقام الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية بنظام المجمع الانتخابي اللي أنا شرحته لحضراتكم قبل كده وقلت لكم أن النظام المجمع الانتخابي تقريبا الولايات المتحدة الأمريكية بس هي اللي بتاخد به كنظام معتمد للانتخابات الرئاسية ورغم أن كثير من المراقبين السياسيين في العالم كله بيروا أنه نظام المجمع الانتخابي يفتقر أو يفتقد إلى العدالة يفتقد إلى العدالة أنه فعلا مش عادل وحقول لكم الأمثلة والمشاهد على ذلك إلا أن الأمريكيين بيروا وما زالوا يرون أنه النظام الأنسب لديمقراطيتهم جزء منها هو جزء من المباهى والتفخر الأمريكي إن إحنا حتى إحنا دي أمريكانية إن إحنا الأمريكان لما نيجي نعمل انتخابات مش هنعملها زيكم مش هنعملها بالأنظمة اللي موجودة عندكم كلكم في دستركم إحنا غير فبالتالي نظامنا غير ودستورنا غير وانتخاباتنا غير ده جزء من الشو الأمريكي فبالتالي إحنا عندنا مجمع انتخابي لا يعتمد على عدد الأصوات لكن يعتمد على وزن الولايات بدليل إن في الانتخابات بتاعت هيلاري كلينتون مع دونالد ترامب الانتخابات اللي تمت في عام 2016 وفاز فيها ترامب هيلاري كلينتون حصلت على عدد أصوات ناخبين أكتر أكتر يمكن حوالي ب2 مليون وانا مش بنكلم على أصوات قليلة أصوات كتير فرقت هيلاري كلينتون حصلت على عدد أصوات أكبر بكتير من اللي حصل عليها ترامب ومع ذلك فاز ترامب بالرئاسة الأمريكية لأنه حصل على الأصوات الأكتر من المجمع الانتخابي حصل على 270 صوت اللي هو الرقم السحري للفوز بالانتخابات ففيها تركيبة كده بقول لكم إنها مش الأعدل ليست الأعدل ولكنها الأنسب للديمقراطية الأمريكية وفقا للرأي الأمريكي الأسبوع الأخير لم يكن أسبوعا ساخنا كان أسبوع إجرائي ما زال الاثنين مرشحين دونالد ترامب الجمهوري وكمالة هارس الديمقراطية بيوصلوا جوالاتهم الانتخابية في الولايات المتحدة المختلفة والمدن الأمريكية بحثا عن أصوات واستقطابا لمؤيدين جدد هذا الأسبوع لم يكن فيه تراشق لكن كان فيه تركيز على المؤسكر والحملة وواضح إنها بتبقى تكتيكات يعني الأسبوع اللي قابله كان أسبوع المناظرة وكان فيه التراشق والتلاسن والهجوم ومحاولة التشويه كلهم للآخر الأسبوع الماضي يبدو إن التكتيك عند الاثنين ما كانش التلاسن لدرجة أن تقريبا كل واحد من الاثنين ما جابش سرط التاني كله كان بيكلم عن نفسه وعن حملته وعن أفكاره وعن برنامجه وعن سياساته فهي تكتيكات انتخابية مرة نشد الحبل ومرة نرخي الحبل مرة نهاجم ومرة ندافع مرة نشوه ومرة نمجد في نفسنا في النهاية كلها ألعاب والهدف واحده هو صوت الناخب الأمريكي ترجمة نانسي قنقر